بورززات، انعقد اجتماع عمل حول وضعية تموين الأسواق استعداداً لشهر رمضان المبارك ومراقبة جودة وأسعار المواد الغذائية. وبهذه المناسبة، دعا عامل الإقليم خلال ترأسه لهذا الاجتماع كافة المتدخلين إلى تعزيز مراقبة الأسواق ومحاربة جميع أشكال المضاربة والممارسات غير القانونية التي من شأنها أن تعيق السير العادي للأسواق وتضر بصحة المواطنين وسلامتهم. وأكد عامل إقليم وورززات أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لضمان توفر المواد الغذائية بكميات كافية وبأسعار معقولة في جميع الأسواق ونقاط البيع. كما شدد على أهمية الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك وصحته وسلامته خاصة من خلال عملية مراقبة الأسعار والجودة. ودعا عامل الإقليم اللجان المختلطة لمراقبة جودة وأسعار المواد الغذائية إلى مضاعفة الزيارات إلى الأسواق ومختلف نقاط البيع لحماية المستهلك وضمان الالتزام بأسعار المواد المدعومة.